مرحلة المرهقة وهي أهم مرحلة في حياة الإنسان بنتكلم على إنتاج الحيانات من عند الرجل وقلنا إنه إذا كان البلوغ يأتي تدريجيا فبتبدأ علامات البلوغ من سن 13-14 سنة عند الشباب وهي متأخرة شوية عن البنات بتبدأ البنات قبلها بسنتين ثلاثة سن البلوغ أو النطجة عند الشباب 15-16 سنة لو اتأخر يعني ولد عندي 18 سنة 20 سنة ومعندوش لحية معندوش شنب معندوش انتصاب معندوش رغبة لا يتعالج حضرتك كده احنا داخلين في اتجاه غلط فمهم جدا أنا عندي سن بداية مراقة عند الشباب الزكور يبدأ من سن 15-16 إلى سن اكتمال الرشد العقلي 21 سنة المفروض أن سن المراقة ده سن اضطراب شخصية شوية كذا لكن في بعض الشباب رجالة اللي بيشتغلوا اللي متحملين مسئولية عشان كده لما ربنا بيحب واحد بيشد عليه لما ربنا بيحب واحد بيشد عليه بيشد عليه بالعمل والأمانة والمسئولية فما بينحرفش ما عندوش وقت ينحرف لكن المرافة اللي قاعد لوحده اللي بيلعب على النت اللي بيخش على القنوات اللي فيها مناظر الإباحية اللي بيعمل إجباع ده بيضاع نفسه بيضاع عينيه ويروح الواحد يقول له اعمل العدد السرية وكده استهلك والإنسان فينا زي ما المرأة بتتولد بعدد محدد من قلب ويضات الشاب بيولد بعدد محدد من حيانات منوية إذا هو حافظ على نفسه تقضي الحيانات منوية لغاية ما يبقى عنده تسعين سنة مئة سنة إذا هو أصرف على نفسه بالعدد السرية والمشاهد الإباحية وبدأ يعمل عدد السرية كل يوم ضيع الرصيد نأسف لقد نفذ رصيدكم ضيع الرصيد ضيع الرصيد ويقضي بيضاع عمره ويغني ظلموه لأنه خلاص هو كده خلص هل يا ترى ربنا يديني نعم محافظش عليها ما هو الجماعة بتوع الأفلام الإباحية والجماعة بتوع الأفلام العارية والجماعة بتوع ما قالوش للناس إن فيه عدد محدود من الحيانات منوية أنا مخلوق بي وفيه عدد محدد من الساعات أنا أعيش وبعد كده لما يستهلك يبقى نفذ الرصيد أتجاوز بعد كده لعندي انتصاب ولا عندي حيانات منوية ولا عندي إخصاب ولا عندي أي حاجة مع أنني كان عندي كان عندي وفيه شباب أعرفوا في الأربعينات ما بيتجاوز ما تتجاوز لأفلال بالصريح كده أنا ما عنديش رغبة ما عنديش انتصاب أتجاوز زي طب أنت عملت إيه في العشرين سنة ضيع الدنيا ضيع الدنيا وتبهدل فلما عدى الاربعين خلاص لكذا حتى الآيات بتحدد حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة عدى الاربعين وما تجاوز دراح النار حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في زريتي عدت الاربعين ومعندكش زرية أما القاعد بتعمل أصل لا يوجد فلوس وقلت برب أخواتي وبرب أعمامي إذا فعش أنت ضيعت نفسك كده المسألة إيه اتأخرت والعودة صعبة إذن مهم جدا أنا عارف أن أنا مولود بعدد معين من حيارات منوية لو استهلكت بعدة سرية أو بنظر إلى الإباحيات أو غيره ضاعة القوة ضاعة الشخصية ضاع النظر ضاعة القوة العضلية تجد الإنسان المسرف على نفس لا يوجد نفس أي شخص يزوجه نقول له اجري اعمش لا يوجد إذا نتكلم في قوة جنسية نحن نتكلم في قوة تتحكم في مصير شخص يا ترى نعديها بالرياضة يا ترى نعديها بالهوايات بالشغل الكبير لذلك لو أنا عندي ابن أعطيه سباحة أعطيه رياضة أعطيه كورة يتدرب كل يوم سعتين ثلاثة أنا في الأمان الخطورة كلها أن أعطي ابن المراهق سنة من 15 إلى 20 سنة كده مع نفسه وقافل على نفسه مع نفسه وقافل على نفسه ضاع ضاع حضرتك وترجع تلمه ما بيتلمش فمهم جدا أنا عارف أن قوة الهرمونات بتساوي قوة الشخصية وقوة الرجولة يا ترى هتستهلكها وتديها للشيطان وتضيعها وبعد كده تقول لي نأسف نفد رصيدكم ما عندكش رصيد ولا تحافظ على نفسك ويحفظ الله يحفظك من ينقذك طيب إفرد أنت وقت في المصيبة من ينقذك دي نشوفها في حلقة قديمة شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا لكم